قمم الجبال الشاهقة في أقصى شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية تواجه الأخطار يقول الخبراء إن الغطاء النباتي لهذه الجبال معرض للخطار بسبب تغيرات مناخية وشيكة يوجد أكثر من سبعين نوعا من النباتات الموجودة على قمم الجبال في المناطق المدارية الراطبة ونحن نعلم من التوقعات والدراسات المتعلقة بتغير المناخ أن البيئات الموجودة هنا ستزداد دفئا وأن أنماطه طول الأمطار ستتغير ونحن بالفعل نخشى على مستقبل هذه البيئة لهذا السبب أطلقت أستراليا مهمة لإنقاذ نباتات قمم الجبال وخلال السنوات الخمس المقبلة سيقوم علماء النبات جنبا إلى جنب مع حراس الغابات بجمع عينات من الأنواع المستهدفة ليعاد استزراعها في مجموعات من الحدائق النباتية كما سيعمل الباحثون على إنشاء بنك للبذور من العينات المجمعة الأمر يشبه برامج التأمين لحماية أنواع النباتات من الانقراض بحيث إذا اختفت بعض النباتات من على قمم الجبال تكون لدينا على الأقل مجموعة احتياطية ويقول الخبراء إن النظام البيئي لقمم الجبال المدارية مهم على نطاق عالمي فكثير من الأنواع الموجودة من النباتات والحيوانات لا توجد في أي مكان آخر على الأرض لهذا السبب تم إدراج المنطقة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ ثلاثين عاما اشتركوا في القناة